أبتدي معاكي أندرو الغيرة شايف الغيرة دي موجودة مشاعر موجودة عندنا ولا لأ المفروض الإنسان ما يغيرش خالص الغيرة بشكل طبيعي إحنا مولودين بيها بالفترة بس الغيرة بلازم إيها مقياس مقياس ليه يعني ولا زيادة أوي ولا أولئة أوي أغير عشان أنجح أغير من الناجح عشان أبا زيو وأتفوق عليه لكن أنا ما بوسش لحد وأحقد عليه لأن الغيرة بتولد الحجد الغيرة الزيادة دايما بتولد الحجد والشر بالإنسان من جواه كده في حتة أننا مش بفرح لحد لكن إحنا عندنا في المسيحية إحنا لازم نفرح لكله فلما ربنا جالنا قال لنا لازم إحنا نحب بعض نحب بعض ونغير على بعض في محبة طب ميرفت ميرفت يمكن الكتاب المقدس قال لنا من قصص الغيرة أن إخوات يوسف غاره منه والاهتمام أبو أبيه وابتدوا بقى يتأمروا عليه وابتدوا يبعوا رمو في البير والقصة اللي إحنا كلنا عارفنا بتشوفي هل إحنا ممكن الغيرة فعلا متوصلنا إن إحنا ممكن نقزل لقدامنا؟ لو إحنا طبعا الغيرة دي أثرت عيننا في إننا نحكي عن اللي قدامنا فهنا نتصرف بطريقة مش كويسة مع اللي قدامنا وهيبقى قلبنا يعني وحش جدا في إننا نبصر قدامنا بأي حاجة إنه هو لا ده أحسن مني أو أنا عايزة أبقى زيه بس ممكن الحاجة دي دي يعني تبقى تأثر علي وعليه بس طريقة مش كويسة فإحنا عشان ممكن يبقى فيه محبة في النص إننا نغير بس في حاجة كويسة يعني تأثر علينا إحنا إيجابية مش سلبية طب وإيه مرفة اللي خليني إن أنا أبص للأنا غيران منه ده وأبقى يعني عاوز لربنا الدهوله ده يزيله منه يعني أنا حابة أصلا مش تبقى جوايا إننا أتمنى نخير لحد أو أنا مش عارفة أوصل الحاجة دي فبتبقى بالنسبة لي حاجة حقد شوية وتبقى غيرة مش كويسة بالنسبة لي وبالنسبة لي برضو إن أنا ممكن وقتها ما تعملش معها كويس أو أقطع علاقة بيه بسبب إن في حقد بينه وبينه مريم بتشوفي قصة الغيرة دي إزاي وهل فعلا هي موجودة ولا إحنا يعني كلامنا مثالي قوي ولأ مش موجودة وإحنا كلنا لازم نحب بعض وكله تمام ما فيش مشكلة أكيد موجود الغيرة موجودة في كل واحد لأنه كل واحد بتمنى يبقى أحسن من اللي قدامه فيه غيرة سلبية وغيرة إيجابية الغيرة السلبية إن أنا أقلل منه وأقلل مثلا من نجاحاته يعني هو مثلا إنسان ناجح لا ده مش ناجح وقليل ودي حاجة عادية وحاجة بسيطة السلبية دي سلبية الإيجابية إن أنا شايف إنسان كويس بتمنى بقى زيه في الحلو والنفس بعض بروح حلوة كده نغير على بعض إن إحنا مثلا آه لا أنا عايزك تبقى زيه أنا نميت نفسي في نقطة معينة لازم أنا نميها زيك يعني نساعد بعض في حاجة حلوة ما نغيرش من بعض لأن الغيرة طرقها هوحش قوي إن هي مثلا أنا هقلل منك هتكلم عليك مش هبقى حبك ممكن أكره اللي حوليك فيك صحيح